بهاي الفترة طبعا سوق التابلت بدأ يحمل وشركة شاومي ارادة تنافس بشكل قوي تملك مواصفات حلوة وسعره كلش مناسب خلي استعرض اليوم خلي رتح الصندوق مرته طبعا هذا معالج تقدر تبول فلاكشب في زمنه مع اربع سماعات دولبي اتموس بي مع نيزة الدولبي اتموس فمن ناحية الصوتيات رح يكون ممتاز ومن ناحية المعالج نعم زيان شوف هذي هي المواصفات 8840 ميلي امبير وشحن السريع 33 واط يجرب الفايف القبلة والفايف يعني مشكور تطولوا يهي فترة مو قليلة عنا توقع فوق ستشهر شاومي تستخدمه هذي الاشياء الموجودة على شاومي 13 وبرو والترى تقريبا 13 وبرو والترى العادي شوفوا يهي سليم كلش خفيف جاس طبعا بضع رفت شي ممتاز وهذا الشاحن 33 واط وهذا الكابل المواصفات الموجود به تاير سي وهي كل الكارتون الموجودة طبعا يجيوا يا قلم وكيبورد لكن شوف هذي بعد ما فعلنا الجهاز طبعا الشاشة كلش حلوة والحواف جدا صغيرة هذي هي البرامج اللي ترى تكون مثل اه اجهزة شاومي مو مثل اجهزة وكل اللي ارتفاع وتقدر تغير الماء هنا عندك رفيع اسليم طبعا هذا الجهاز 500 نت الشاشة اي بي اس ال سي دي الشاشة حجمها 10-11 انت وهذا الجهاز بي قورنلا جلاس 3 على طبق الحماية الموجودة على الشاشة اذا تزيني على سعرات سعرات 300 دولار ما يقارب ل450 او 45000 عراقي قرابة هذا السعب جاز بي اربع سماعات وكاميرات عدة 13 ميجا بيكسل الكاميرا الخنفية الاساسية وشن الاشياء تحتاجها اذكر ليها بالتعليقات بعد المراجعة الكاملة راح لو ارد عليك بالتعليقات لو ارد عليك بالمراجعة الكاملة تحياتي لكم وفي امان الى شاومي بارد 6 النسخة الجديدة من تابلت شاومي تحياتي لكم وفي امان الى